السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف أول متوسط في مادة الدراسات الاجتماعية بعد أن تعرفنا على الوحدة الثامنة ودروس الوحدة الثامنة عن الحوار والحوار الوطني في هذا الدرس نجيب على أسئلة التقويم السؤال الأول يكمل الطلبة الفراغات الآتية بالكلمة المناسبة لدينا بعض الكلمات سنضعها في الفراغات في مكانها المناسب في العبارات التالية الكلمات تحريم المركز حماية السعودي التطرف الوطني عقد اللقاء الوطني العاشر لمركز الملك عبد العزيز للحوار سنكمل هذه العبارات باستخدام الكلمات المناسبة التي قرأناها إذن عقد اللقاء الوطني العاشر لمركز الملك عبد العزيز للحوار فراغ لمناقشة إذن لمناقشة واقع فراغ والغلو والأسباب المؤدية إليه وسبل فراغ المجتمع السعودي منه ودور المواطن فراغ في منع التطرف داخل الوطن وعرض الأدلة الشرعية الإسلامية التي تدل على فراغ التطرف والغلو والانحلال إذن أمامنا نص سنكمل هذا النص أو نكمل الفراغات التالية بالعبارات المناسبة إذن عقد اللقاء الوطني العاشر لمركز الملك عبد العزيز للحوار فراغ ما هي الكلمة المناسبة من الكلمات التي أمامنا لإكمال الفراغ تحريم أم مركز أم حماية أم سعودي أم التطرف أم الوطني أحسنتم للحوار الوطني لمناقشة واقع فراغ والغلو نعم رائعين لمناقشة واقع التطرف والغلو والأسباب المؤدية إليه هو سبل فراغ المجتمع السعودي منه ما الكلمة المناسبة لهذا الفراغ أحسنتم لسبل حماية المجتمع السعودي من ماذا؟ من الغلوة تطرف ودور المواطن فراغ في منع التطرف داخل الوطن العبارة أو الكلمة المناسبة هي رائعين دور المواطن السعودي في منع التطرف داخل الوطن وعرض الأدلة الشرعية الإسلامية التي تدل على رائعين تدل على تحريم التطرف والغلو والانحلال إذن هنا يتبي لنا دور مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني إلى حماية المجتمع من التفكك من بعض الأفكار المتطرفة والغلو فهو يعزز دور المواطن السعودي في اللحمة الوطنية وأيضا يمنع التفكك والتطرف والغلو والحلال ويحذر ويواعي فئات المجتمع من خطر هذه الأفكار وهذه الأفات التي تدمر المجتمع وتدعي إلى الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني السؤال الثاني يذكر الطلبة أربعة من آداب الحوار من خلال حديثنا في الوحدة عن الحوار وأهمية الحوار هناك آداب يجب التزامها واتباعها من أجل تحقيق الحوار الناجح فمن أبرز هذه الآداب ماذا؟ أحسنتم العلم وذكرنا أن العلم يشتمل نوعين العلم بالقضية أو بالموضوع الذي ستحاور فيه أو تناقشه وأيضا العلم بالشخص المقابل الذي ستتحاور معه ومعرفة ما لديه من معرفه ومعرفة مكانته العلمية فالعلم بنوعيه هو من أهم آداب الحوار والذي سيعزز لدينا أو سيساعد على تحقيق الحوار الناجح أيضا من آداب الحوار التدرج والبدء بالأهم لماذا يعد التدرج من أهم آداب الحوار؟ لأن التدرج أحسنتم لأن التدرج مبدأ تربويهام هو يحقق لدينا ويساعد إلى الوصول وتحقيق الأهداف فبالتدرجنا نستطيع الوصول للأهداف التي من أجلها عقيد هذا الحوار والبدء بالأهم فدائما من الحكمة هو البدء بالأصول ثم الفروع أيضا من آداب الحوار أحسنتم من آداب الحوار الصدق والدليل فدائما المتحاورون لابد أن يكون لديهم المصداقية والأدلة التي تثبت ما لديهم من طرح ومن آراء لتعزيز وتحقيق الحوار الناجح أيضا من آداب الحوار الموضوعية والابتعاد عن الإطالة أو عن التشعب فهذه من آداب الحوار التي تحقق لنا الحوار الناجح العلم ويجتمل النوعين وذكرناها أيضا التدرج والبدء بالأهم التدرج يساعد على تحقيق الأهداف والبدء بالوصول ثم الفروع وأيضا لابد من المصداقية وجود الأدلة لتعزيز الحوار وتحقيق أهدافه وأيضا الموضوعية السؤال الثالث كيف يتحقق الحوار الناجح في رأيك؟ لكل منا له شخصيته المختلفة ولديه آراءه وببادئه لديه أساليبه التي يتبعها شخصيا فمن رأيك أنت ما هو أو كيف يتحقق الحوار الناجح؟ أحسنتم يتحقق الحوار الناجح بالاحترام المتبادل باختلاف كيفية الطرح لكن نتفق جميعا على أهمية الاحترام من يكون هو من أهم آداب الحوار هو الاحترام المتبادل بين أطراف المتحاورون البعد عن التعصب والرأي أيضا الإنصاف والعدل وذكرنا أيضا عدم التعصب لأن الحوار ليس مجالا لإثبات الرأي أو إثبات نظرية ما فهي لتبادل آراء والمعرفة من أهداف الحوار كما نعلم تعزيز المواقف الإيجابية ودعمها فلابد من الاحترام المتبادل بين الأطراف المتحاورون الإنصاف والعدل والصدق والوجود الأدلة أيضا عدم التعصب للرأي الابتعاد عن هذه النقاط باتباع هذه الأمور سيتحقق بالتأكيد الحوار الناجح وسيتحقق الأهداف التي كان الأطراف المتحاورون يسعون إلى تحقيقها يذكر الطلبة أربعة أسباب أهمية الحوار الوطني في رأيهم عرفنا أهمية الحوار الوطني وما يحقق من أهداف كثيرة وأهداف عامة لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز القيم الإسلامية فمن رأيك ما هي الأسباب أو أسباب أهمية الحوار الوطني هناك العديد من الأسباب منها أحسنتم تعزيز من أهم هذه الأهداف تعزيز القيم الإسلامية المبنية على ماذا هذه القيم أحسنتم على الوسطية والاعتدال دائما نذكر ونعزز ونبجل الوسطية والاعتدال البعد عن التعصب وعن التطرف والإسلام ينهان عن هذه الأمور فمن خلال الحوار الوطني نحن نعزز هذه القيم الإسلامية والمبادئ الشرعية التي دائما تدعونا على الوسطية والاعتدال فهي دائما تحقق لنا التوازل المجتمعي تحقق لنا الوحدة والقوة والعدل تحقق لنا الأمن والاستقرار فبالحوار الوطني نحن نعزز هذه القيم نحن ندعو أو نحقق الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والتعصب أيضا من أسباب أهمية الحوار الوطني ولماذا يفعل بشكل كبير وأنشأ لأهميته لدينا مركز الملكة عبدالله عزيز الحوار الوطني ضبط الاختلافات وتعزيز التلاحم الوطني ذكرنا أن هناك اختلافات كثيرة بين البشر وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن نجعل هناك اختلافات تحقيق التوازن والاستقرار فمن خلال الحوار الوطني نحن نحقق أو نضبط لدينا هذه الاختلافات بل هذه الاختلافات قد توجد لنا الكثير من التوازن أو تحدث التوازن بوجود هذه الاختلافات فمن خلال الحوار الوطني يتم ضبط الاختلافات ونعزز أو يتم تعزيز التلاحم الوطني أيضا من أسباب أهمية الحوار الوطني أحسنتم إبراز المواقف الإيجابية لأن كما ذكرنا أن الحوار لابد لنوجود أركان الحوار كما نعلم ما هي أركان الحوار؟ أحسنتم طرفاء الحوار أو المتحاورون ومن؟ وماذا؟ أحسنتم والموضوع أو قضية الحوار فمن خلال تبادل المتحاورون أو نقاشهم لموضوع ما من خلال هذا الحوار فهي تبرز المواقف الإيجابية ومن خلال الحوار يتم تعزيزها ودعمها أيضا من خلال الحوار الوطني ماذا يظهر لنا؟ أحسنتم تصحيح المواقف السلبية التي تتضح بتبادل الآراء وضبط الاختلافات بين الأطراف المتحاورة فإذا كان كل من الأطراف المتحاورون بعيدين عن التعصب متقبلين للاختلافات فإن ذلك سيبرز لدينا المواقف الإيجابية وسيساعد على تصحيح المواقف السلبية ومعالجتها ومن خلال معالجة المواقف السلبية فإنها تستحول إلى ماذا؟ أحسنتم ستصبح مواقف إيجابية وقد تتحول من نقاط ضعف إلى قوة من خلال الحوار الوطني بالتزام آداب الحوار فإن ذلك سيحقق لنا اللحمة الوطنية سيحقق لنا هذه القيام التي ذكرناها وهذه الأهداف سيعزز لدينا القيام الإسلامية سيضبط لدينا الاختلافات ويعزز التلاحم الوطني أيضا يبرز لنا المواقف الإيجابية ويصحح لدينا المواقف السلبية عندما نسأل أو برأيك ما تأثير الحوار في العلاقة بالآخرين لديك كل منا رأيه المختلف ولكن يتفق الجميع بأن الحوار وسيلة مهمة من وسائل التواصل المعرفي وذكرنا أن الحوار هو ثقافة ثقافة وسيلة من وسائل الاتصال الفعال إذن الحوار وسيلة مهمة من وسائل التواصل المعرفي وتحقيق التفاهم المشترك بين من التفاهم المشترك؟ أحسنتم بين فئات المجتمع وشرائحه ومؤسساته وأيضا يعزز لدينا التلاحم والتفاهم المشترك بين أبناء الوطن والحكام والقادة وقرأنا بعض ما قال الملك عبد العزيز في تعزيز الحوار الوطني وما يحقق من أهداف أيضا الحوار يحقق لدينا أو ينتج عنه تبادل للأفكار بصورة حضارية وفهم آراء الآخرين ومعرفتها إذن هو كما ذكرنا أنه وسيلة مهمة من وسائل التواصل بين أفراد المجتمع وبين فئاته وبين شرائحه فهو يساعد على تبادل الأفكار تبادل الآراء تبادل المعلومات والمعارف يعزز لدينا أو يظهر لنا مواقف الكثير من مواقف الإيجابية أيضا يصحح لدينا المواقف السلبية يظهر ويبرز نقاط القوة يقوي نقاط الضعف إذن هو من أهم الوسائل التي تساعد على التلاحم الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني بين أبناء الوطن ومن أمثلة أو ما يدل على أهمية الحوار وجوز عندنا مركز الملكة عبد العزيز للحوار الوطني وما يقوم به من برامج متعددة ومتنوعة من أجل تحقيق الحوار الوطني من هذه البرامج ذكرنا ماذا؟ أحسنتم منها برنامج بيادر برنامج تلاحم برنامج سفير أيضا لدينا برنامج حواركم الذي أيضا يؤزز العمال الفنية والأفلام القصيرة أيضا عندنا برنامج جسور إذن هناك العديد من البرامج التي تساعد أو تعزز الوحدة الوطنية وتساعد على التواصل بين جميع فئات المجتمع أيضا لدينا برنامج جسور أو برنامج سفير الذي يعقد لقاءات حضارية مع الشباب من دول أخرى ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة الصدق والأمانة من أهداف الحوار العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة صحيحة أسس مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني في عام 1440 هجريا العبارة صحيحة أم خاطئة؟ رائعين العبارة خاطئة من أركان الحوار أطراف الحوار نعم أحسنتم العبارة صحيحة رفع الصوت وفرض الرأي من أهداف الحوار الحوار العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة خاطئة من أداب الحوار هو الاعتدال عدم رفع الصوت أيضا عدم التعصب للرأي وتقبل آراء الآخرين هذه هي أداب الحوار التي يجب اتباعها والتزامها لتحقيق الحوار الناجح حرم الدين الإسلامي التطرف والغلو العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة صحيحة تتميز المملكة العربية السعودية بوحدتها الوطنية المتماسكة نعم العبارة صحيحة للشباب دور مهم في تحقيق الحوار أحسنتم العبارة صحيحة التعرف على ثقافة الآخرين واحترام عاداتهم مخالف للحوار رائعين العبارة خاطئة لأن الحوار يعزز ويضبط لدينا الاختلافات وأيضا نتقبل الاختلافات مع الثقافات المختلفة الحوار الحضاري مهم لتبادل الثقافات ونشر ثقافتنا الوطنية أحسنتم العبارة صحيحة يطلب الآن الكتابة أو التحدث عن أهمية الحوار الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية بالاستفادة من العناصر الآتية دور الملك عبدالعزيز ورجاله في تحقيق الوحدة الوطنية والدروس المستفادة من ذلك التلاحم المجتمعي وأثره في بناء الوطن الحوار أساس لخدمة الوطن والتماسكة من خلال هذه الإبارات نستطيع أن نكتب نصا عن أهمية أو إضاحة أهمية الحوار الوطني في تعزيز ماذا؟ في تعزيز الوحدة الوطنية إذن لدينا هذا النص الذي يبعزز أو يوضح لنا أهمية الوحدة الحوار الوطني لقد اهتم الموحد الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجاله الأوفياء بالتمسك بوحدة الوطن والمساواة بين أبناء الوطن وحماية المجتمع بترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني وقد أنشئ مركز الملك عبدالعزيز الحوار الوطني من أجل نشر ثقافة الحوار بين أفراد أبناء المجتمع السعودي وتعزيز المشاركة جميع الفئات ويكون في مناقشة القضايا الوطنية فالحوار مهم جدا لخدمة الوطن ولأن الحوار يعكس الواقع الحضاري ويساعد على التواصل وتبادل الآراء وتحقيق المعرفة بين أفراد المجتمع وبذلك أنهينا حديثنا عن الحوار الوطني وأشكركم على حسن صغائكم وتفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته